مرسل العربي محمد أشبارو مرحبا بكم محمد محمد يبدو أن الجميع الآن في انتظار تنفيذ ما قاله أمين عام حزب الله بالأمس الذي هدد فيه بين أسرائيل ستدفع ثمن الدماء التي غريقت في جنوب لبنان مؤخرا تماما خالد دعني أبدأ بهذا الخبر العجل أصدر حزب الله قبل قليل بيانا أعلن فيه استداف موقع رويسات العالم في مزارع شبعاء المحتلة بالأسلحة الصاروخية ويتحدث البيان عن إصابة مباشرة في هذا الاستهداف عموما هذه العملية هي العملية الثانية بعد استهداف صباحا اليوم تكنت برانيت بالأسلحة الصاروخية وتحديدا بصواريخ فلق واحد كما أشار بيان حزب الله الذي صدر بعد هذه العملية وفي المقابل تتنوع الرد الإسرائيلي نتحدث عن غارات شنة على أطراف بلدات في أعلى الحدود تحديدا في القطاعين الغربي والأوسط عيت الشعب بيت ليف رامي ومارون الراس بالإضافة إلى سلسلة من القصف المدفع المتفرق على أطراف بلدات علم الشعب النقورة في القطاع الغربي ووصولا إلى هنا في القطاع الشرقي بالعودة إلى سؤالك بالتأكيد هناك حالة من الترقب والانتظار للمعادلة التي لم يعلن عنها يوم أمس من العملية حزب الله هي معادلة قديمة وذكر في خطابه وعاد بالذاكرة إلى مرحلة التسعينات عندما كان جنوب لبنان محتلا وقال يومها كان هناك معادلة واضحة بالرد على استهداف المدنيين في جنوب لبنان بقصف صواريخ الكاتيوش على المستوطنات وذكر بتفاهم نيسان الذي حيد المستوطنات وكذلك المدنيين عموما هناك بالمعنى العسكري نشهد منذ يوم أمس عودة إلى القواعد التي كانت سائدة منذ الثامن من أكتوبر التاريخ أول عملية في شنها حزب الله باتجاه تحديدا مزارع شبعة العمليات الإسرائيلية في اليومين الماضيين عادت وانحسرت في نطاق القرى الحدودية لم نشهد أي غارة سجلت منذ يوم أمس بالعمق جنوب لبنان على عكس التصعيد الأخير الذي وصل إلى مدينة النبطية أحدى كبرى مدن جنوب لبنان إضافة إلى الصوان وأقليم التفاح في المقابل عمليات حزب الله في الأيام الماضية أيضا محصورة في المواقع والمستوطنات الإسرائيلية الحدودية وبالتالي توسعت رقعة الاشتباكات بين الجانبين عادت وانحسرت في اليوم الماضيين يضاف إلى ذلك بالمعنى السياسي سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة نجيب ميقاطي في ميونيخ على هامش مشاركته في اجتماع للأمن وفي اللقاءات اليوم كان البارز لقاءات مع عدد من المسؤولين الأوروبيين إضافة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري ولكن اللقاء الأبرز كان يوم أمس مع الموفد الأمريكي أو الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين ما نقل اليوم بحسب أحد مستشاري رئيس الحكومة نجيب ميقاطي في تصريحات صحفية بأنه سمع كلاما واضحا لجهة الجهود الأمريكية للجم ما اسمه بالتصعيد الإسرائيلي وهذا ربما ما نلاحظه في الساحة الداخلية هنا على جنوب لبنان نلاحظ بوضوح عودة إلى القواعد المتعارف عليها من الاشتباكات وبالتالي يرى البعض أنه قد يكون هناك ربطا بلقاء ميقاطي مع هوكشتاين وكذلك التصريحات اليوم لأحد مستشاريه قد يكون هناك اتصالات أمريكية جرت مع الجانب الإسرائيلي لإعادة ضبط الأمور على هذه الجبهة ووقف العمليات في عمق جنوب لبنان لكن بانتظار عودة رئيس الحكومة إلى بيروت لتبيان أكثر حقيقة هذه التصريحات خصوصا أنه ينقل عنه أجواء إيجابية لجهة ما يسمى باستقرار طويل الأمد على هذه الجبهة في حال توقفت الحرب في قطاع غزة أو العدوان في قطاع غزة جمال خالد عفوا على كل أحوال المفتاح يبقى في غزة كما قال أمين عام حزب الله والقرار المواجه هو يتخذ الحزب وفق معايير معينة كان لبنانيا أو إقليميا وليس بالضرورة ما يحدث في ميونيخ إلا هو الذي سيحدث على الجبهة الجنوبية في لبنان أشكرك محمد إشبارو مراسل العربي كنت معنا من جنوب لبنان